أنه متفق مع تحالف الإطار التنسيقي اللي يقود العملية سياسيا بالاتفاق مع سيد السوداني هو الإطار التنسيقي يعني جميع كل تصريحات السيد السوداني هي باتفاق مع الإطار التنسيقي وما أعتقد أكو شيء اسمه تلاف إدارة الدولة اللي يقود التحالفات وحتى كسب سياسيا من كثير من انشقاق البيت السني إلى جانب يعني ظهروا عندنا تلافات جديدة أو أحزاب جديدة السنة الإطارية داخل الإطار التنسيقي وبالتالي كسبوا أكثرية المقاعد بداخل مجلس النواب من السنة وكذلك الاتحاد في السليمانية الحزب الاتحاد وشفنا تصريحات مثلا سيد الرئيس الجمهورية اللي قريب هو من الاتحاد محسوب على الاتحاد وكذلك جزء منه المحسوب على البارتي التصريحات مناغمة لمواقف الإطار التنسيقي بهذا الخصوص بموضوع أخراج القوات الأمريكية الوحيد فعليا المناهض لإخراج القوات الأمريكية هو حزب البارتي السيد مسعود البرزاني وكذلك السيد البوسي يعني عنده هذا المواقف بعد إخراجه من مجلس النواب يعني يعتبرها ورقة تفاوض أمام الإطار التنسيقي فهذه التصريحات أو التفاوض هو خديعة أمام الأمريكي أعتقد أن الإطار التنسيقي جاء يجري مفاوضات أو إدارة الدولة بشكل سلس وبشكل سياسي يعني ذات فكر سياسي عميق يعني لأنه يتبع أجندات الجارة إيران وبالتالي هو ناجح إلى حد الآن بالمفاوضات بالتصريحات بموضوع التصعيد أمام الأمريكان أمام القواعد الأمريكية فبالتالي أعتقد أنه يسير بخطة ناجحة وفق ما مخطط له بموضوع الأجندات الإيرانية بموضوع إخراج القوات الأمريكية لكن السؤال يعني إذا اتفقوا على إخراج القوات الأمريكية المفروض يصير قرار مشترك يعني داخل قبة مجلس النواب بتوافق مع حزب تقدم المعارض وكذلك السيادة وكذلك حزب البارتي أعتقد هؤلاء الأحزاب الوحيدين معارضين لخروج القوات الأمريكية أما بقية الأحزاب هي متوافقة مع موقف السيد السوداني وكذلك الأحزاب بموضوع خروج القوات الأمريكية بشكل سياسي دون تأثر الولايات المتحدة بموضوع التلويح بموضوع العقوبات أو عدم خروجها من أقليم كردستان أو نا موسيقى